مجدد حيال كل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلنا الحقيقة شوت أول عدى أكيد بنجاح بالنسبة طبعا للتعادل لكن كل النتائج وكل الأمور دي هتختلف وتنتهي عندك شوت تاني في القاهرة إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا وجهزنا الفني في وسط جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي كل الأمور دي هنتكلم فيها مع الكابتن ياسر بريم واحد من النجوم اللي نادي الأهلي كابتن ياسر النهاردة هنقول خلاص شوت أول عدى حضرت لي بشكل كبير جدا كل اكتهد الأجواء شفناها الأجواء الجمالية لكن وعي اللعيب النادي الأهلي وسيقاتهم الكبيرة فأنفسهم خلت المباراة بهذا الشكل حابب تقولي النهاردة على الجيم وشفت أداء لعيب النادي الأهلي إزاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكر لعيبة النهاردة على الأداء الرجولي اللي عملوا النهاردة حدش بخل خلص بنقص تعرق كان اللعيبة كلها قلب على القلب بعض وفي ظهر بعض شوت أول عدى زي ما أنت قلت وخلص خلاص نحن دلوقتي هنقدر بقى نركز في الشوت الثاني ماتش خلاص ببطولة نهائي عندنا في ملعبنا في وسط جمهورنا بإذن الله نقدر نعمل ماتش كويس وأداء كويس ونطلع بالمكسل إن شاء الله الفترة اللي جاء محتاجة تركيز كبير جدا كابتن نياسر عارفين أنت كلكم طبعا عندوك الرغبة وعندوك الله الكبير لكن الفترة دي محتاجة أمي اللعيبة فيه لعيبة شاركت في مبارات كبيرة نهائية وفيه لعيبة لسه بتشارك في مبارات زي كده بخبرتها كابتن نياسر حابب تقولي لكل لعيبة لما شاركت جابلي نحن معنا لعيبة دلوقتي كلها ما شاء الله عندها خبرات لعيبة كبيرة بتعرف تتحط في أي موقف بتعرف تتعامل فيه بشكل كويس وشكل إيجابي من الكتر الماتشات اللي عدوا بيها والصعوبات اللي عدوا بيها النهاردة كانت الأجواء صعبة والجمهور كان صعب جمهور التراجي طبعا معروف في شمال الأفراقية معروفين بس اللاعب النهاردة أفلوا دانها واتفقنا مع بعض خلاص والجمهور كده كده أخرف الملعب يعني أخرف المدرجات احنا في الملعب هنقدر نعمل اللي علينا بإذن الله ونطلع بنتيجة كويس والحمد لله اللاعب النهاردة قدت بشكل رجولي وشكل كويس قوي نقفل الصفحة دي ونفكر بإذن الله في الماتش الجاي أخيرا كابتن ياسر جمهورنا العظيم هتواجد في الصدق القهيرة بالكسافة المعتادة عليه ودورهم كبير جدا مع دورك وطبعا بتشوف جمهور النادي الأهلي وسر النجاح وسر الفوز يكون ازاي في المبرلجة طبعا بإذن الله الجمهور يبقى معنا هناك في القهيرة بإذن الله مستنينك ودعم لنا دايما في كل حتة من روحها احنا في القهيرة مستنينك وبإذن الله كده تهزلنا الملعب بإذن الله نقدر نفرحكم بالبطولة إن شاء الله حبيبي كل الشكر والتأدير لحقيقة لكابتن ياسر برايم وكل نجوم للنادي الأهلي مجود كبير جدا أجواء كانت صعبة الحقيقة للغاية لكن الخبرات الكبيرة والوعي المعروف عن كل لعبينة والجهاز الفني يدير أن نتخطى الشوت الأول ينقص نشوت مهم جدا بحسابات مختلفة معنويات برغبة كبيرة متجددة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي سيكون في القهيرة بطل النسخة الاثناشر من دوري أبطال إفريقيا